وإلى استعراض للأنشطة الرئاسية بمناسبة عيد الأطحى المبارك حيث تبادل اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل تهانية مع القادة والزعماء العرب بمناسبة عيد الأطحى المبارك حيث تلقى الرئيس السيسي عددا من الاتصالات مع القادة والزعماء العرب كانت البداية بالاتصال الذي تم بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حيث توجه الرئيس سيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة متمنيا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل التقدم والاستقرار من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل هيان عن الشكر والامتنان للرئيس السيسي على التهنئة الكريمة متمنيا لمصر وشعبها دوام الأمان والازدهار كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت حيث توجه الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة معربا عن خالصي تمنيته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعبا تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من جانبه أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس السيسي متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التقدم والازدهار والسلام كذلك تلقى الرئيس السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله ثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حيث أعرب جلالته عن خالصي تهنئته بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة متمنيا للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالصي تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركاتة وتلقى الرئيس السيسي اليوم أيضا اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالصي أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالصي تقديره للتهنئة الكريمة من قبل أخيه الرئيس محمود عباس متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركاتة هذا وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع محمد لمنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقد هنأ الرئيس السيسي شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأطحى المباركة متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء من جانبه أعرب محمد لمنفي عن خالصي لمتناني لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من جانب الرئيس السيسي داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركاتة كذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية توجه الرئيس السيسي بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية متمنيا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار هذا هو أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية الجزائرية حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم هذا وأعرب الرئيس الجزائرية عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية العراقية كما أجرى سيادته اتصالا مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقية تقدم الرئيس السيسي بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأطحى المباركة متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار في حين أعرب كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي عن خالصي الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من جانب الرئيس السيسي معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم كذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد حيث توجه سيادته بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات ومتمنيا موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق من جانبه أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من جانب الرئيس السيسي معربا عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار أمس الاثنين تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء في حين أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تهنئته وتقديره على هذه اللفتة الكريمة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمني والبركات كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من جلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان وقد قدم السلطان العماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك متمنيا لمصر شعبها دوام التقدم والاستقرار من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق متمنيا للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار اشتركوا في القناة